بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزان مشتركين مشاهدين تحييطيب بعد اخوكم جمال باطفار يحييكم في مقطع جديد مقاطعة تعلم مع جمال طبعا في مقطع سابق تعلمنا كيفية فحص هذا الحساس هذا الحساس حساس البرودة للغرفة او درجة حرارة الغرفة هذا هو الحساس باللون الاسود ومثل ما قلت لكم طبعا يركب في البورد هذا البورد الكارت ورح تحصلون حروف تي اتش ار يعني روم وتي اتش بي يعني تيرموستاد بايب طبعا تلاحظون اللوان هني لون ابيض ولون اسود للحساسات طبعا هذا الكارت كارت جنرال او او جنرال غاز 22 قديم والحساس هذا المواسير او حساس المبخر هذا يركب طبعا في المبخر الداخلي او الشبك الداخلي شبك التبريد الداخلي نزيل وتلاحظون ان لونه او التوصيله بالاسود وايضا حساس درجة حرارة الغرفة لونها او لون التوصيله بالابيض نزيل يعني كل واحد رح يركب في مكانه بدون اي مشاكل ولكن بعض المكيفات مثل هذا هذا الحساس حساس المواسير او شبك التبريد نزيل للمستبيشي لونه ابيض نزيل ولكن جاي يعني على اربعة رؤوس ولكن سلكين يعني ما يفرق معاك يعني نزيل وايضا هذا حساس تجاري جاي على لون ابيض وايضا سلكين يعني القصد من هذا الكلام المفروض انك انت تعرف هذا الحساس نزيل المعدني انه رح يكون حساس يركب في المواسير وبغض النظر عن الالوان يجب ان يركب في هذه المنطقة نزيل او المنطقة المكتوب عليها THP اذا كانت موجودة ولكن انا افضل صراحة انك دائما تاخذ الحساس القديم وتروح عند المحل قطع غيار التكيف وتاخذ منه نفس الشكل ونفس الحجم ونفس الطول ونفس السماكة نزيل لانهم يختلفون صراحة اوكي نزيل نرجع لطريقة فحص هذا الحساس وسبق مثل ما قلت لكم شرحت طريقة هذا الحساس العادي للغرفة نفس الطريقة اللي رح تستخدمها في فحص هذا الحساس رح تستخدمها ايضا في فحص الحساس من مواسير طبعا رح تاخذ مثل ما قلت لكم سابقا سلكين من الانترنت نزيل لانهم رح يركبون في التوصيلة ورح تضع عدة القياس او تحط عدة القياس على قياس المقاومة نزيل رح اشغل للضاءة الحين قياس المقاومة طبعا المقاومة هذا بالكيلو نزيل باي طريقة رح تحولها للكيلو هذا طبعا بالاوم نزيل وهذا عندي الحين تحول من ضغط هذا نزيل من الاوم الى الكيلو اوم نزيل وبعدين رح تحط لك السلكين هذا على اي طرف على يمين واحد على سلك والثاني على السلك الاخر لقياس المقاومة للحساس طبعا سبقا تكلمت عن هذا الملف نزيل ويتكلم عن انواع الحساسات صراحة نزيل واختلاف مثلا قياساتهم طبعا هذا انواعين من الحساس TH2 انا ما اتكلم عن TH1 TH1 اللي هو للغرفة ولكن TH2 للمواسير وTH3 ايضا للمواسير طبعا يقول لك هني ان TH2 خلنا نشوف TH2 TH2 حسمه مكتوب هني في الاسفل على درجة حرارة ال room temperature 25 هذه درجة حرارة ال room temperature 25 من زين رح يعطيك القراءة 50 كيلو اوم وايضا TH3 على درجة الحرارة 25 رح يعطيك قراءة 10 كيلو اوم لذلك اعيد وكرر يجب عليك معرفة نوع الحساس اللي انت تستخدمه طبعا هذا حساس مستبيشي من زين غاز 410 اصلي من زين نقيسي لحين طرفين الاسلاك معطيني 10 كيلو اوم من زين هذي 10 كيلو اوم واذا وضعته مثلا في الثلاجة رح يتغير من زين ورح تلاحظون او تشاهدون هذا الشيء حساس حاليا داخل الثلاجة طبعا هذا الدليل على ان الحساس يعمل بشكل سليم وما عندك اي مشكلة فيه اذا نتذكر ان هذا الحساس زين الله احفظكم بدلنا يطيح معي زين نتذكر هذا الحساس موجودة الحين حاليا انه لا زال زين هذا رح مثلا اسخنه شوي زين طبعا هذا الحساس درجة المقاومة مالة الطبيعية على درجة الحرارة داخل الغرفة 25 رح تكون عشرة الاف كيلو اوم لجهاز مستبيشي نزيل نحن رح نقيس حساس هذا الحساس نزيل لجهاز تلاحظون نحن رح استقر على العشرة بلس او ماينس هذا الحساس حساس او جنرال او جنرال غاز 22 وما اعتقد انه ايضا غاز 410 رح يفرق نزيل بشكل كامل بين هذه الاجهزة خاصة بالنسبة للجنرال وليس للمستبيشي طبعا حاليا نقيس حساس او جنرال نزيل نزيل جنرال الطبيعي مالة او العادي نزيل يبدأ من الخمسين الف او خمسين كيلو اوم سوري خمسين كيلو اوم لانه هذا النوع الثاني مثل ما قلت لكم النوع الثاني TH3 نزيل النوع الثاني او TH2 نزيل TH3 طبعا اللي هو عشرة الاف وTH2 رح يكون خمسين كيلو اوم نزيل هذا النوع الثاني نوع الجنرال يستخدمون الخمسين ولا يستخدمون العشرة لذلك اذا وجدت مثلا الجنرال على العشرة رح يكون عندك مشكلة والحساس هذا لا يعمل بشكل سليم الحين ايضا رح احطه داخل الثلاجة ونشوف القراءات او تغير القراءات في هذا الحساس طبعا نسبة او دقة القراءة بالنسبة للخمسين رح تكون مثل ما تلاحظون بلس او مينس ثلاثة بالمية يعني زايد او ناقص ثلاثة بالمية بالنسبة للخمسين ونتضرب الخمسين على ثلاثة بالمية وشوف القراءات وممكن يزيد هذه القراءات او ممكن تنقص بمقدار لثلاثة برسنت او نسبة ثلاثة بالمية طبعا نوضعت الحساس داخل الثلاجة منزل رح تلاحظون شاهدون القراءة هنا تتغير منزل معدل التغير منزل في هذه القراءات حسب الكتيب هذا ممكن رح يكون للتي اتش تري من ثلاثة واربعمية وخمس وثلاثين حسب درجة الحرارة من خمس وعشرين إلى خمس وثمانين ومثل وأيضا 3993 منزل لذلك يجب عليك مثل ما قلت معرفة نوع الحساس اللي انت تتعامل معه ما تاخذ اي حساس على كيفك وتركبه منزل يجب عليك اختيار الحساس بالناصبي لانه لو انت اخذت مثل حساس لا يناسب مثلا وحدة الأوجنر اخذت لها بالغلط هذا الحساس للعشرة الاف كيلو منزل وركبت على وحدة الأوجنر وما راح تشتغل بشكل سليم وايضا نفس المشكلة راح تعانيها في الحساسات الأخرى لذلك أعيد وكرر يجب عليك معرفة الحساس أو درجة المقاومة أو القراءات للحساس هل هي 10 ألاف هل هي 10 كيلو أو 50 كيلو نزل أيضا في حساسات أخرى لذلك أنا أنصح تراجعون القراءة أشوفوا هذا في حساس تقريبا على 2 كيلو أمانة على 2 كيلو وفي حساس آخر أيضا على 15 كيلو يعني حساسات المشكلة أنها تختلف لذلك يجب عليك معرفة الحساس وأيضا أخبار المحل اللي راح تشتري منه بنوع الجهاز اللي أنت تستخدم لأنهم يعرفون الأجهزة هذه وأنواع الحساسات التي تناسبها أرجو من الله العلي العظيم أن أكون غدا في إصال هذه المعلومة ونلتغي إن شاء الله معكم في مقاطعة أخرى من تعلم مع الجمال إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدأ العجاب وأيضا نشره ما أحباكم نشوفكم على خير إن شاء الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر